بوابة اليمن الشرقية ونافذتها على بحر العرب ليست بخير تأثرت بشكل كبير بأمراض المركز التي انتقلت إليها أعراضه الجانبية على شكل جماعات متطرفة وأوبئة تكاد تفتك بالجميع ما يقرب من عام على إعلان التنظيم القاعدة سيطرته على مدينة المكلة عاصمة حضرموت تحول فيه التنظيم لسلطة أمر واقع تدير شؤون المدينة بالقمع وبقوة السلاح تغيب الدولة وتتراجع فتحضر جماعات العنف وتبسط سيطرتها على وجه البلاد وتستخدم إمكانيات الدولة لقمع الناس وسلبهم حريتهم جماعات لا تعرف غير لغة الوعيد والتهديد وتنسحب حين يتعلق الموضوع بالقدرة على تأمين احتياجات المجتمع وسلامته الوضع الإنساني هو الآخر يتفاقم بمعزل عن السلطات المحلية في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرسمية التي لم تفسح المجال للجماعات المتطرفة وحسب فكما قيل إن المصائب لا تأتي فرادا فحضرموت اليوم تعيش أوضاعا إنسانية صعبة تقاسمتها الأوبئة والأمراض التي خلفت وراءها عددا من الضحايا ناهيك عما تخلفه الأعاصير لعشرات الضحايا من قتلى ومصابين تبسط الأوضاع السيئة في الآوينة الأخيرة أذرعها على المحافظة الأكبر في البلاد المتخمة بالجمال فتنتهك سحرها وتؤثر على سياق الحياة ومسارها فمسلسل الاغتيالات الذي شهدت المؤسستان الأمنية والعسكرية بحضرموت خلال السنوات الأخيرة خصوصا خلال الهجمات التي طالت المقار الأمنية والعسكرية ألقى بظلاله على الوضع الأمني وأصابه بالشلل وأصبحت الجماعات الإرهابية هي من تقوم بحملات الاعتقالات والمداهمات ومن كان ملاحقا أصبح اليوم يقوم بالملاحقة فخلال يوم واحد فقط شهدت المحافظة اغتيال جندي ومواطن في حادثين منفصلين بالإضافة إلى اختطاف نائب مدير البحث الجنائي لمناطق الساحل العقيد ناصر الصنعاني من قبل تنظيم القاعدة في مدينة المكلة وضبط سيارة مفخخة من قبل المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت وإلقاء القبض على سائقها الذي قيل إنه كان بصدد القيام بعملية انتحارية في مدينة القطن حضرموت التي تنقسم إداريا وعسكريا إلى حضرموت الساحل وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة وحضرموت الوادي والصحراء التي لا تزال خاضعة للسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى تعيش في مجملها أوضاعا لا تحسد عليها لكنها حضرموت التي حكى عنها المؤرخون أنها تعود إلى حضرموت بن سباء بن حمير ستظل منبع روائع الفنون والإنجازات الأدبية والدان الحضرمي الشهير